مجلس النواب وعرض الأسئلة المقدمة من النواب إلى سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وسعادة وزير شؤون البلديات والزراع خلال جلسة مجلس النواب تمت مناقشة السياسة الحكومية في مراجعة جداول المرتبات في القطاع العام ومستويات أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى موأمتها مع معدلات ارتفاع الأسعار وتضخم وذلك بهدف الوقوف على السياسات المتخذة في مراجعة مستويات الرواتب والأجور والمعاشات التقعودية وخلق فرص العمل النوعية في ضوء ما تستهدفه الحكومة في برنامج عملها 2023-2026 حصلنا فرصة لتعزيز التعاون الإيجابي بين السلطتين بتوضيح أننا جميعا ملتزمون ببرنامج عمل الحكومة التي تضمن كثير من الأهداف ومن العناصر التي توافقنا عليها في السابق ونحن ماضون في تنفيذها فشرحنا الحقيقة عدد من المبادرات التي تقوم بها الدولة في الوقت الحاضر وفي ذات الجلسة تمت مناقشة سياسة الحكومة حول توجهات الحكومة تجاه توظيف العاطلين في تخصصات التربية الرياضية وبعض التخصصات الطبية والقانونية وذلك حرصا على حلحلة مشكلة العاطلين عن العمل وتعزيز المكتسبات التنموية للارتقاء نحو آفاق الإنجاز والتطوير تم اليوم تقديم مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في معدل الرواة والأجور لكن كانت تجاوب الجهات المعنية ممثلة بوزير المجلسين ووزير العمل كانت تجاوبهم شبه إيجابي كنا نأمل أن نحصل على إيجابات وافية وأن يتم وضع سياسات لتحسين أجور البحرينيين لعيش بحياة كريمة هنا الملف الإسكاني كان له النصيب الأكبر من الأسئلة حيث أوضحت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني خلال جلسة اليوم الخطط الوزارية في التعاطي مع الطلبات ومعرفة المعايير المتبعة من قبل الوزارة في تلبية الطلبات والنظر في مدد الانتظار التي يقضيها مقدم الطلبات الإسكانية بمختلف المناطق وما هي حلول الوزارة لتقليل هذه المدد توجهت الحكومة تجاه توظيف العاطلين وتحصين بيئة العمل ورفع الأجور في القطاعين العام والخاص ملفات نقشت خلال جلسة اليوم لتحقيق التطلعات وتلبية الاحتياجات وفق تفهم المعطيات والتحديات والأولويات الوطنية خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر